من الميادين السلام عليكم وإلى العنوين مدورو يغلق الممثليات الدبلوماسية البنزولية في الولايات المتحدة وواشنطن تصحب ديبلوماسية غير الأساسيين من كراكس منظمتان حقوقية أن تطالبان السعودية بسماح بمقابلة معتقلين تعرض للتعذيب ومشارعون بريطانيون يهددون بنشر تقرير عن سوء معاملة محتجزين وحدات حماية الشعب تتوقع بدأ المحادثات مع الحكومة السونية في الأيام المقبلة واعتصف موقف دمشق بالإيجابي بعد فشل التصويت بشأن أزمة الإغلاق الحكومي سيانان تقول أن البيت الأبيض يجاهز إعلانا للطوارئ لتجاوز الكونغرس أهلا بكم أعلن رئيس الفنزولي نيكولاسا مادورو إغلاق سفارة بلاده في أمريكا وخلال كلمته أمام المحكمة العليا نبه من أن واشنطن بدعمها للمعارضة الفنزولية تدفع بالبلاد نحو حالة من الفوضى وأشار إلى أن الرئيس الروسي أبلغه دعم موسكو الثابت لفنزولا يمكنني رؤية الكثير من اليأس في تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية مايك بومبيو يمكنني رؤية الكثير من الكره والحماقة أراهم سيتوجهون إلى دفع اليمين نحو سيناريوهات أسوأ من الحماقة أرى ذلك وأنظر حكومة أمريكا بأنها تدفع اليمين إلى أخذ فنزولا نحو حالة من الجنون والعنف والفوضى أطلب من الشعب في كل حي وفي كل ناحية أن يحول نفسه إلى مدافع فاعل عن السلام الولايات المتحدة أصدرت أمرا يقضي بأن يغادر موظفوها غير الأساسيين البعثات الدبلوماسية التابعة لها في فنزولا وفيما سمت تنبيها أمنيا نشر على موقع وزارة الخارجية طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المواطنين الأمريكيين المقيمين في فنزولا أو المسافرين إليها أن يفكروا جديا في مغادرة هذا البلد الرئيس الروسي بلاديمير بوتين عرب عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزولا ورئيسها المنتخب نيكولاس مادورو وفي اتصال ناتفي بين الرئيسين أكد بوتين وقوفه إلى جانب مادورو بعد تفاقم الأزمة السياسية الداخلية الموجهة من الخارج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد بدوره أن ما يجري في فنزولا غير مقبول داعيا إلى احترام الرئيس المنتخب وأشار إلى أن خلاف ذلك لا يمت إلى الديمقراطية بيصلة ردود الفعل الدولي بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها فنزولا في هذا التقرير لماريام عثمان تحذير واضح يرقى إلى حد التهديد وجهته موسكو لواشنطن في أحداث فنزولا كانت روسيا واضحة أكدت عدم سماحها بسقوط نظام نيكولاس مادورو الشرعي أي تدخل عسكري في فنزولا خطر وغير مقبول موقف صدر عن كل من الكريملين والخارجية الروسية تعهدت فيه موسكو بحماية فنزولا وبالدفاع عن سيادتها وبعدم السماح بالتدخل في شؤونها وفي هذا السياق انتقد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف ازدواجية المعايير لدى الإدارة الأمريكية إنه تدخل صارخ في شؤون الداخلية لدولة مستقلة الولايات المتحدة التي تشعر بقلق جنوني من أي تدخل في انتخاباتها تحاول اليوم أن تصنع مصير الشعوب الأخرى وهو ما تقوم به بشكل صارخ في فنزولا الموقف الروسي الحازم تجاه واشنطن بخصوص فنزولا لم يكن بعيدا عن الموقف الصيني إذ شددت بكين على رفضه الأعلانة الأمريكية بحق مادورو وأن يتدخل في الشؤون الداخلية لفنزولا وفي وقت أكدت كل من المكسيك وتركيا تأييدهما لمادورو دعا الاتحاد الأوروبي للانصاط لصوت الشعب الفنزولي مؤشرا إلى أن العنف واللجوء المفرطة إلى القوة من قبل قوات الأمن لا يحلان الأزمة في فنزولا في المقابل اعترفت كل من كولومبيا والبرازيل والأرجنتين وتشيلي وباراغوي بالمعارض رئيس البرلمان الفنزولي خوان جويدو رئيسا لفنزولا في دعم واضح للموقف الأمريكي دانت حركة حماس المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الرئيس الفنزولي المنتخب نيكولاس مادورو حماس دانت أيضا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الفنزولية والذي بحسب الحركة يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السياسات الأمريكية العدائية تجاه الشعوب وخياراتها وهو ما يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين تراكم تطورات الأزمة في فنزولا بعد أن دفع ترامب بالعدائية إلى أقصى اعترافا بزعيم المعارضة وتهديدا باللجوء إلى كل الخيارات روسيا ردت بسرعة وحزم إلى جانب الرئيس الفنزولي والشعب إلى جانب الجيش لا يجعل من كراكاس لقم سائخ التحذير الروسي من المسي بسيادة فنزولا وتأكيد دعمها للرئيس نيكولاس مادورو سبقهما رسالة حاسمة في جديتها بإرسال طائرات روسية استراتيجية تحمل أسلحة نووية إلى كراكاس هذه خطوات ليست للاستعراض بقدر ما هي مؤشر على اكتشاف رادارات الكريملين تهديدات جدية تضع مصير فنزولا على المحك بكل ما تمثله في الجيوستراتيجيا الروسية دونالد ترامب في خياراته العدائية ضد فنزولا يكشف ما كان يعد له مع حلفائه في أمريكا اللاتينية لسحق عدوه اللدود في كراكاس ولسيما أن رئيس الأمريكي المأزوم داخليا والذي يعاني الاضطراب في سوريا يخاول بصعوبة إنجاز الإجماع في مؤتمر وارسو لتحويل إيران إلى عدو للعالم بأكمله في وسط هذا القوس المتوتر بين قارات العالم يعرف ترامب أن المعويقات أمام مشاريعه الجنونية كثيرة ليس فقط بسبب الحزم الروسي الاستراتيجي ولا بسبب أزمته الداخلية المستفحلة بل إن أمثلة التاريخ من باناما إلى كوبا تلتقي بحقيقة أن فنزولا ليست لقمة سائغة يسهل ابتلاعها لا عسكريا ولا سياسيا الجيش أعلن خياره بالدفاع عن شرعية مادورو والشعب ملأ الشوارع دعما لرئيسه المنتخب انطلاقا مما سبق من المتوقع أن تتجه أزمة فنزولا إلى محطات خطيرة لا تنبئ الظروف الحالية باحتمال حسارها ولسيما أن القوى الفنزولية المرتبطة بواشنطن ستشكل حصانة روضة لإحداث مزيد من القلاقل في الداخل الفنزولي أملا باستجرار ترجمة للتهديدات والضغوط الخارجية كل ذلك يعني أن الدولة الفنزولية ستكون أمام مهمات كبيرة لضمان استقرار البلاد وعدم تمكين خصومها من أخذ الفنزوليين إلى صراع داخلي دموي يحقق لترامب ما هو عاجز عن تحقيقه قدر عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تشهد منطقة شريط الفاصل مع غزة اليوم تظاهرات حاشدة موقع يدعو تحرين واتنقل عمن وصفه بالمصدر في غزة أن سفير القطري محمد العمادي غادر القطاع وانتصالات تجري لمعالجة ملف الهبة القطرية المصدر حذر من تظاهرات عنيفة اليوم إن لم يتوصل إلى إيجاد الصيغة المقبولة هذا كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس غليل الحية أعلن رفض الحركة استقبال المنحة القطرية ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي نحن نرفض السياسة الإسرائيلية التي تمارس دور الابتزاز والتلكؤ والتراجع عن الالتزام بالتفاهمات وأمام هذه السياسة قلنا بشكل واضح للأخ السفير نحن نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة ردا على سلوك الاحتلال وردا على محاولات الاحتلال بالتملص من التفاهمات التي رعتها مصر ورعتها الأمم المتحدة وقطر ونحمل الاحتلال مسؤولية هذا التلكؤ وهذا التراجع ومحاولة الابتزاز ونحن نقول لن يكون شعبنا ولن تكون غزة ولن نقبل أن تكون التفاهمات جزء من عملية الابتزاز وجزء من العملية الانتخابية الصهيونية الداخلية لذلك نحن نقود عملنا في أمام شعبنا بفصائلنا بقوانا الحية المتعددة لننتزع حقوقنا المسلوبة نحو التحرير والعودة وإقامة دولتنا بإذن الله عز وجل ورفع الحصار عن كاهل شعبنا الفلسطيني في غزة أكد مكتب أعلام الأسرى التواصل إلى تفاهمات مع إدارة السجون بما ينهي توتر القائم في سجن عفر وجميع السجون ويحفظ الكرامة والحقوق والمكتسبات للأسرى هناك هيئة الأسرى نقلت أن الاتفاق يقضي بإلغاء العقوبات بحق الأسرى وتقديم العلاج للمصابين في الاقتحامات الأخيرة وفي اتصال مع الميادين قال المتحدث الإعلامي باسم ميناد الأسير الفلسطيني عبدالله الزغاري إن الاتفاق يقضي بإلغاء العقوبات عن الأسرى وتقديم العلاج للمصابين عقلت مساء اليوم جلسة أخرى من الحوار ما بين إدارة معتقى الأوفر وقيادة حركة الأسرى في معتقى الأوفر وأيضا قيادات حركة الأسرى في بعض السجون إحتلال إسرائيل الذين شاركوا في هذا الحوار تم بموجب هذا التفاهمات التي تمت مساء اليوم سيقضح ما إذا بالفعل ستلتزم بها إذا تمت مساحة السجون غدا أم لا بمعنى أن التفاهمات التي تم التقديم بأن يتم أولا علاج جميع الأسرى الذين أصيبوا خلال الهجوم الهمجي الذي قامت بها الوحدات الخاصة بحق المتقلين داخل سجن عوفر الذي تجاوز عدد المصابين منهم 150 قرار إسرائيلي بإبعاد خمسة من حراس المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر على خلفية إغلاقهم أبواب المسجد ومنعهم جنود الاحتلال من اقتحامه تقرير هناء محميد خمسة من حراس المسجد الأقصى لن يتمكنوا من دخوله حتى للصلاة لمدة ستة أشهر قرار الإبعاد صادر عن قائد شرطة لواء القدس وهو بات وسيلة للتنكيل بالمقدسيين فخلال الأشهر الأخيرة أبعد العشرات من الحراس والمواطنين المرة التالتا ما منكون في رمضان في الداخل المسجد الأقصى طبعا يعني هذا ظلم ظلم كبير يعني علينا أن نكون على أبواب المسجد الأقصى وما نقدر نفوت للمسجد الأقصى نصال فيه طبعا إحنا حراس المسجد الأقصى طبعين لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية الهاشمية شغلنا حماية أمن وأمان المسجد الأقصى المبارك قبل أسبوع منع الحراس اقتحام عناصر الاحتلال مسجد قبة الصخرة من خلال إغلاق أبوابها في وجوههم يتخذ الاحتلال هذه الحادثة ذريعة لإبعادهم بالدعاء الحفاظ على الأمن والممتلكات سنة على سنة الأعداد بتزيد صاروا بالفترة الأخيرة يتعمدوا أعياد ميلاد يعقد عقد قرارهم داخل المسجد الأقصى المبارك احتفالات والأمور يعني بتتطور كاعدة أكتر هم بحاولوا أنهم يفرضوا سلطرتهم على المسجد الأقصى أكتر بالسنوات القادمة يعني هذا مخطط كاعدين بيشتغلوا عليه من سنوات وفي رسالة وجهها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعة دردان إلى ما يسمى بمنظمات الهيكل أشاد باقتحامات المستوطنين والنواب والوزراء المتصاعدة حيث بلغ عددهم العام الماضي نحو ثلاثين ألفا فيما يتصابق السياسيون الإسرائيليون لترويج أنفسهم عشية الانتخابات البرلمانية من هذا الباب الاستيطاني لا يمثل المسجد الأقصى رمزا دينيا فحسب فهو بمثابة حجر الزاوية في الصراع التاريخي والوجودي مع الاحتلال الذي ينعكس على ملفات القضية الفلسطينية السياسية وإفراغه هدف للاحتلال كإفراغ الأرض الفلسطينية برمتها هنا محميد من أمام باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك الميادين وصف رئيس الوزراء الماليزي مهاتين محمد الاحتلال الإسرائيلي بالمشرم مشيرا إلى أن تلبيب لا تلتزم بالقوانين الدولية وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في فيينا وردا على سؤال حول منع ماليزيا مستوطنين إسرائيليين من المشاركة في البطولة الدولية للسباحة لديها قال محمد إن الإسرائيليين غير مرحب بهم في ماليزيا إسرائيل تبني المستوطنات في بلد شعب آخر لقد أغاروا على سفننا التي كانت تحمل مواد إغاثة لشعب غزة وداهموا السفن في المياه الدولية واعتقلوا من كان عليها واقتادوهم إلى الموانئ الإسرائيلية لا نريد أن تكون لدينا أي علاقة مع إسرائيل بما في ذلك شعبها إذا أرادوا تنافس في الرياضة فيمكنهم الذهاب إلى بلدان أخرى بالنسبة إلى ماليزيا القادم من إسرائيل قادم من دولة إجرامية أن الشاب مستمر فيها بعض الفواصل مقتل محتج خلال تظاهرات جديدة في السوداء أهلا بكم الجديد عرب قاده وحدة حماية الشعب سيبان حمو عن اعتقاد بأن المحادثات مع الحكومة السورية بشأن مستقبل المنطقات الشمالية الغربية ستبدأ في الأيام المقبلة حمو أكد أن هناك محاولات لإجراء مفاوضات مع دمشق لافتا إلى أن موقف الحكومة السورية كان إيجابيا انهيار المتسارع أصاب تنظيم داعش مع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على بلدة الباغوز الفقاني وقرية موزان في ريف دير السورة انتهاء داعش شرقي الفرات بات قريبا مع ترجحات بعودة المنطقة إلى سيادة الدولة السورية محمد الخضر تضيق الجغرافيا بمسلحي داعش إلى أقل من سبعة كيلومترات مربعة قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بالتحالف الأمريكي سيطرت على الباغوز الفقاني آخر البلدات التي كانت تحت سيطرة داعش شرقي الفرات معارك انتقلت إلى قرى ومزارع السفافنة والمراشد ومحيطها هناك انهيار في صفوف داعش تقدم لقوات قصد مدعومة أمريكيا هذا الانهيار طبعا هو انهيار متوقع بعد أن قامت أمريكا بنقل قيادات داعش عن طريق الجو أو عن طريق تهريبهم من خلال الحدود التركية أو خلافه هذا الكلام متوقع طبعا هذا الانهيار هو دور انتهى تقريبا مئات الكيلومترات المربعة سيطرت عليها قصد منذ إطلاق عملية شرقي الفرات في أيلول سبتمبر من العام الماضي مئات المسلحين من داعش في الاحتجاز وتامين عشرات آلاف المدنيين ترجحات بعودة المنطقة إلى سيادة الدولة السورية نزولا عند مطالب العشائر العربية وفي ظل الحوارات بين القوى الكردية والحكومة السورية بالمطلق هو تقدم الجيش العربي السوري نحن نتأمل وهذا نداء دائما نوجه إلى الأخوة الأكراد الوطنيين أن يعودوا إلى حضن الوطن إلى حضن الدولة السورية أمريكا ستتخلى عنهم الفرنسا ستتخلى عنهم جميع من دعمهم سيتخلون عنهم هو كان مخطط فشل هذا المخطط نتيجة صمود وانتصارات الجيش العربي السوري انتهاء ملف داعش شرقي الفرات بات قريبا جدا استنادا إلى معطيات الميدان القتالي فصل دموي يطوى شرقي الفرات بانتظار عودة الحياة والاستقرار إلى أغنى المناطق السورية عشائر دير الزور استبقت القضاء على تنظيم داعش عبر ملتقيات شعبية دعت الحكومة السورية لإصلاح الجسوري على نهر الفرات تأكيدا على وحدة التراب السوري محمد الخضر دمشق الميادين ذكر موقع نوردك مونيتر التابع لمركز ستوكولم للحريات أن القضاء التركي أكد صحة تسجيل صوتي مسرب تحدثت فيه مسؤولون بل تحدث فيه مسؤولون التراك رفعون عن إمكانية تدخل عسكري في سوريا بذريعة مفبركة التسجيل الصوتي الذي أصرت السلطات التركية على تكذيبه على مدى سنوات يوثق حديث كل من وزير الخارجية أنذاك أحمد داود أوغلو ووكيل وزارته ونائب رئيس جهاز الاستخبارات ونائب رئيس هيئة الأركان وهم يتحدثون في مقر الخارجية في الثالث عشر من أذار مارس عام 2013 عن شن عمليات عسكرية في سوريا يزور وفدنا من نقابة المحامين السوريين الأردن في جولة تستغرق ثلاثة أيام وقد وصل الوفد السوري إلى الأردن عبر معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين يتذلك ردا على زيارة أردنية لدمشق قبل فترة نقيب المحامين الأردنيين مازن رشيدة تأشار إلى أن زيارة الوفد السوري ستتضمن اجتماعات مع مجلس النقابة ولقاءات مع عدد من المسؤولين أتمنى أن يكون هناك عودة حقيقية للعلاقات ما بين سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية على مستوى القمم وهذا أعتقد لا يمنع لكن نحن كنقابات لما انقطع اليوم تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في لقاءه مع مجلس النقابة بأن تعود العلاقات بين الأردن وسوريا وأن نكون نحن النقابيون من يمهد لهذه العلاقات كما التقينا أيضا بالرئيس بشار الأسد قبل حوالي أسبوعين وأعطى نفس التوجيهات بأن تعود العلاقات السياسية والاقتصادية التجارية بين البلدين ذكرت السائل الأمن البريطاني أن مشارعين بريطانيين هددوا بنشر تقرير خاص بهم يتضمن تفاصيل عن سوء معاملة معتقلين في السعودية ما لم تسمح لهم الرياض بالاتصال بناشطات المعتقلات منظمتها العفو الدولية وهيومان ريتس واتش تلبطها السعودية بالسماح لمراقبين مستقلين بمقابلة محتجزين تعرضوا للتعذيب وقالت منظمة العفو أنها وثقت عشر حالات تعذيب بحق النشطاء بدورها أكدت هيومان ريتس واتش أنه ينبغي السماح بوصول مراقبين إلى الأمراء الذين لا يزالون محتجزين في إطار معرفة بالحملة على الفساد قالت محاقيقة في الأمم المتحدة أنها ستذهب إلى تركيا الأسبوع المقبل لترأس تحقيق دولي مستقل في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي المحققة أكدت أنها ستقيم خطوات الحكومات ودرجة مسؤولية الدول والأفراد عن الجريمة كما أضافت أنها ستنقل نتائج تحقيقها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر حزيران يونيو المقبل في اليمن أكدت الأمم المتحدة عزمة على تطبيق اتفاق وقف أطلاق النار في الحديدة والوصول إلى مطاحن البحر الأحمر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتين غريفت ورئيس لجنة أعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربية اليمن باتريك كاميرت موجودان حاليا في الرياض حيث يبحثان مع الرئيس هادي ومسؤولين سعوديين وإماراتيين مقترحات سحب الكواتي من الحديدة وإعادة انتشارهم بناء على طرح رئيس لجنة إعادة الانتشار كما جرى الاتفاق في استقهن وكذلك مسألة الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر ولبحث مواعد الاجتماع المقبل للجنة إعادة الانتشار أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسايل للدموع لتفرق مئات المشاركين في مسيرة حاولت الوصول إلى القصر الجمهوري في الخرطوم وفاد مسؤول حكومي بأن محتجا قتل أثناء تظاهرة في أمدرمان المدينة المجاورة للعاصمة السودانية وضف أنه بلغ إجمالي عدد القتلى في السودان منذ بدء الاحتجاجات تسعة واعش ذكرت شبكة سيانان الأمريكية أن البيت اللابيض يجهز أعلانا للطوارق قد يصدره الرئيس دونالد ترامب كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشارعون على تمويل جدار على الحدود مع المكسيكا وقال مسؤول أمريكي للشبكة أنه وجل تحديث مسودة الإعلان في الأسبوع الماضي فيما ذكرت سيانان أن مستشاري ترامب لا يزالون منقسمين بشأن القطية إذ ذلك بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير مشروعي قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية محمد كريم أجواء التفاؤل النسبي بتوافق الحزبين على إنهاء الإغلاق الحكومي سرعان ما تبددت بعد فشل مشروعي قانون لإنهاء الأزمة في الحصول على الأصوات اللازمة داخل مجلس الشيوخ لتمرير أحدهما مشروع القرار الأول المدعوم جمهوريا تبنى مطلب ترامب في تمويل الجدار الحدودي مع المكسيكا فيما دعم الديمقراطيون مشروعا آخر يكفل تمويل الحكومة حتى الثامن من شباط فبراير المقبل من دون تمويل الجدار سيتعرف الأمريكيون بوضوح على هوية أعضاء مجلس الشيوخ الساعين إلى الالتزام بالقانون وإنهاء هذه المهزلة وفي المقابل إلى هوية أولئك السعداء باستمرار تحقيقهم إنجازات سياسية الغلاق الحكومي دخل شهره الثاني فيما ارتداداته اخترقت جدران المشهد الأمريكية الذي سجل سابقة دستورية وسياسية بفرض رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على ترامب التراجع وتأجيل ألقائه خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس إلى موعد آخر المسؤولية تقع على عاطق رئيس الولايات المتحدة لتحقيق الوقت المناسب له للقائنا كما أنني لم أقم بتثبيت عزيمة أي فرد عن لقاء الرئيس وفيما أدى غياب المفاوضات المباشرة والاستعالة بتويتر وبالتصريحات الإعلامية إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه فإن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين يحملون ترامب مسؤولية الإغلاق فيما رأى 30% أن الديمقراطيين هم وراء الأزمة الراهنة يبدو أن أزمة الإغلاق الحكومي منحت ترامب درسا في الدستور وتوازن السلطات في الدفام السياسي الأمريكي عندما عجز حتى الآن عن تحقيق ما يرغب به سواء لجهة بناء الجدار أو لجهة ألقاء خطاب حالة الاتحاد داخل الكونغرس محمد كريم واشنطن الميادين إلى العنوين مجددا مادور يغلق الممثلات الدبلوماسية الفنزولية في الولايات المتحدة وواشنطن تصحب دبلوماسية غير الأساسيين من كراكس منظمتان حقوقيتان تطالبان السعودية باستماح بمقابلة معتقلين تعرضوا للتعذيب ومشارعون بريطانيون يهددون بنشر تقرير عن سوء معاملة محتجزين وحدات حماية الشعب تتوقع بدأ المحادثات مع الحكومة السورية في الأيام المقبلة وتصف موقف دمشق بالإيجابي بعد فشل التصويت بشأن أزمة الأغلاق الحكومي استيان أن تقول أن البيت الأبيض يجاهز أعلان للطوارئ لتجاوز الكونغرس للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الانترنت الميادين.net ولمتابعين باللغة الإسبانية espanol.almayadeen.net إلى اللقاء اشتركوا في القناة